على كل حال أبدا نسيب فرنسا بقى لأن أنا عندي برضو حاجة عجبتني جدا اتكلمت عنها سريعا مبارح بس أكيد انطلقت دي برضو شفتها كريم وفرح الديباني اللي هي السوكرانو المصرية اللي كانت موجودة في كاس العالم في الختام وهي يعني غنت النشيد الوطني الفرنسي وكان مشهد جميل جدا ده المشهد في المونديال المشهد بقى اللي عجبني أيضا لما عملت سيرش على فرح ديباني المصرية اللي عندها 33 سنة وهي من الأسكندرية تحديدا واللي مشرفانا بصراحة بشكل كبير جدا اللقطة اللي كان فيها إمانوال ماكران بيبوس إيديها أيها هي دي ده كان في عادة الانتخابات بتاعته مرة تانية اللي هو ويومها غنت برضو النشيد الوطني الفرنسي عادة تجديد اتقالي مرة تانية يعني أربع سنين وآخرين وكانت هي موجودة وأحيت برضو هذا الحفل ومن كتر إعجابه بيها زي من حضرتك شايفين راح يعني حياها بطريقته بطريقة الفرنساويين طريقة يعني زي من حضرتكو أكيد عارفين فأنا امبسطت من الايكونة دي يعني امبسطت من هذه الفتاة المصرية النكحة السوبران وهو بالمناسبة صوتها رائع رائع أنا سمعت لها كم حاجة كده بجد حاجة جميلة أن انت دي كنا بنطلق عليها تاني القوة النعمة اللي بتنتشر في العالم كله ومفروض أن هي بتعمل كونكشن حلو أو كومينيكيشن حلو مع العالم ومعاك فحاجة منهم طبعا الغنى والفن ففرح دي باني بجد يعني ايكون فعلا جميلة بسي احنا قوانا نعمة الحقيقة اللي لا يستهان بيها بأي حال بظهر بظهر لدينا المادة الخام اللي تسمح لنا ان احنا نبهر العالم من خلال ولاد البلد وده بيحصل ولا سيما المثال اللي انت ضربتيه بفرح دي باني طب ليه بنستنى لما النكحين دول ينجحوا برا ما ينجحوش ليه جوه انا بأكد كلامك وبنتفق معك مليون في المية احنا فعلا يمكن البعض مننا ما بيشوفش النماذج النكحة دي او اللي لسه حتى ما كانتش ما بقتش النموذج ناجح البيتانشل الناس اللي هي عندها البيتانشل الواعدة ما بنشوفهاش هنا امتى بنفتخر بيهم لما بيسفروا بس ده مش الحال على طول بس البعض بنفتخر بيهم لما بيسفروا يثبتوا نفسهم في الخارج ونرجع نقول ابن بلدنا طب ما ابن بلدنا كان فعلا هنا ابن بلدنا كان ممكن نفرح بيه بس هقولك على حاجة تاني عشان كده انا بقول النجاح متتوقعش حاجة من حد اعتبر على نفسك مليون في المية ما تستناش اي حد يساعدك لو جات لك فرصة انتهزها اشتغل على نفسك وبس مش مهم مين بيحاربك مش مهم مين مش واثق فيك مش مهم مين بيقولك مش هتوصل لانك يوم ما هتوصل الناس دي كلها هتقول انا كنت تعرف فلان والناس دي كلها هتقول فلان ده كان صاحبي او فلان ده ابن بلدي فافرح بنفسك وثق بنفسك وانجح وانا اتمنى ان احنا ننجح في الداخل وما نضطرش ان احنا نسافر في الخارج حارب هنا على فكرة الناس كتيرة ونميزك كتيرة جدا نجحت في بلدنا عندنا كمان في مصر نتمنى ان ده يحقق ونتمنى برضو بالتبعية ان يبقى فيه مصريين في الخارج بيرفعوا اسم مصر في كل المحافل الدولية على كل المستويات فدي حاجة اكيد كمصريين بتساعدنا جدا